هلو زومينرز وصلتني العديد من التعليقات حول خبر مؤسف من آخر إعلانات بوت مومبيكس حيث أشار الكثير من الأصدقاء سواء في التليجرام أو في اليوتيوب عما نشرت بايننس على الصفحة الرسمية لبوت مومبيكس على أن هناك شرطين إلزاميين قد يكون بمثابة خيبة آمان لمعظم لعب مومبيكس لأنها قد تحرمهم من الأربح وهما مهمتين تداول بعملة نوت كوين أو دوكس ودعوة صديق لمنصة بايننس شرط أن يكمل مهام الكيويسي دعونا نعرض عليكم الإعلان الجديد ثم نقوم باستكشاف جميع الأمور بعد ذلك يقول الإعلان للتذكير أيها المستكشفون لا تزال هديةنا الخاصة بالنوت كوين والدوكس مستمرة وما زال هناك وقت للانضمام إلى المرح أولا قم بزيارة صفحة مهمة مومبيكس وانقر على الانضمام إلى الحملة في الصفحة المقصودة الخاصة بالهدايا ثانيا أربط حسابك في بايننس الذي تم التحقق منه مع مومبيكس ثالثا أكمل مهام لتحصل على المكافآت المقابلة هل أنت جديد في التداول الفوري لا داعي للقلق لدينا مواد تدريبية هنا لإرشادك خلال إكمال مهام تداول استمر في استكشاف واستكمال المهام وجمع تلك المكافآت بين النجوم إذن مبدئيا الإعلان فقط يعيد تذكرنا بالتحديث الجديد والمهام الجديدة التي سبق وانقمنا بشرحها في الفيديو السابق الذي تجدون رابطه في أعلى الشاشة وكذلك في أول تعليق متبت بالإضافة إلى ذلك هناك تلميحات بصورة غير مباشرة لم يقوموا بالتركيز عليها في الإعلان السابق والتي تتمحور حول تعلم تداول فوري وتدريب وإرشادات وإكمال مهام تداول وما إلى ذلك كما تلاحظون هنا أمامكم مكتوب مهام التداول إذن هي مهام إذن من هنا نستنتج أنه من الممكن أن تكون مهمة تداول تندرج ضمن المهام التي وجب علينا أو ملزمونا بإنجازها لضمن فرصة الربح دعونا نعود ونلقي نظرة على خانة الهدايا مرة أخرى لكي نرى ما إن كان شرط التداول بعملة دوكس أو نوتكوين إجبارية لدخول السحب وكم هو الحد الأدنى للرصيد الذي يمكننا استخدامه لإنجاز مهمة تداول في حالة تبوت إجبارية إنجاز المهمة لنضمن سحب أرباحنا من البوت ما نعلمه جميعا إخواني أخواتي هو حملة توزيع دوكس هذه كما تشاهدون في الشاشة نقرأ هنا أنجز المهام للحصول على نقاط تمنحك مكافآت مستقبلية بالإنجليزية كما هو مكتوب هنا إذن الرسالة واضحة هنا تشير فقط إلى النقاط كما تلاحظون فالأمور طيبة يمكننا تعوض نقاط تداول بطريقة أخرى بالنسبة لمن لا يعرف تداول وكذلك من ليس معه رصيد لإنجاز المهمة دعونا ندخل إلى المهمة مرة أخرى لنرى كم تتطلب من رصيد لإنجاز المهمة وبعد ذلك نعود لنتأكد من صحة الشرط الثاني والذي هو دعوات صديق لبايننس والذي من الممكن أن يكون سببا في عدم توصلنا بالأرباح إذن نرى طريقة المشاركة في الحملة ثم نعود لشرط الثاني من جديد نقوم بالضغط على هذه المهمة كما ترون نخرج من هنا بعد ذلك ثم نضغط على go to up نضغط على انضم للمهمة كما تشاهدون تم الانضمام بنجاح هنا مكتوبة بعد ذلك نضغط على بدء المهمة إذن نضغط على بدء المهمة بعد ذلك نقرأ ماذا مكتوب هنا مهمة تداول بعملتي dogs و not تداول بما مجموعه على الأقل 200 عملة من dogs أو not تداول فوري خلال فترة العرض الترويجي يستفيد منها 31250 مستخدم فقط 480 عملة not مضمونة فورا ربط حسابك في بايننس مومبيكس إذن 480 عملة مضمونة من not فورا ربط حسابك في مومبيكس ببايننس إذن نضغط على تداول العملات الرقمية ونقوم بالتداول ب200 عملة أو أكتر من dogs أو not لنشاهد ماذا سيحصل إذن بهذه الطريقة نكون ربما قد أنجزنا هذه المهمة على حد فهمي إلى حد الآن بعد ذلك دعونا نرى خانة المفاجآت إذن نخرج من هنا ونذهب إلى بوت مومبيكس بعد ذلك ثم نضغط على خانة المفاجآت بهذا الشكل كما هو مكتوب تشاهدون تحت مكتوب أنجز المهام التالية من أجل فرصة الحصول على عملة الكريبتو أي سواء dogs أو not إذن مكتوب من أجل فرصة الحصول من الممكن أن هذه هي الإشارة التي ظن بها الإخوان والأخوات أنها مهمة إلزامية ربما دعونا نشاهد بعد ذلك إذن كل ما لدينا هناك ما رأينا في السابق تحميل بايننس كمهمة وبعد ذلك هناك ربط الحساب مع مومبيكس بعد إنشائه بالنسبة للملتحق الجدد وبعد ذلك مهمة ثالثة لدينا وهي توثق حساب بايننس وهنا نجد الشرط الإلزامي والإعجازي في آن واحد لمعظم مستخدم مومبيكس ولأنني لم أعتد في هذه القناة على التكلم من تلقاء نفسي لندهب لبايننس كوير ولنتأكد من مصادر موطوقة حول مدى أهمية هذه المهمة وهل هي إلزامية وهل هي فعلا مؤثرة في حصولنا على الأرباح من مومبيكس أم لا إذن هذا هو المقال المنشور على منصة بايننس كوير سأقوم بترجمته لكم لكي نتوصل في الأخير لمدى أهمية تلك المهمة التي رأينا في السابق وهي دعوة صديق لبايننس إذن يقول المقال كيف يمكن لدعوة الأصدقاء أن تكسبك العملات المشفرة أطلقت بايننس شركة العالمية العملاقة في مجال تبادل العملات المشفرة التي تتوى تحديث المترين لميزة مومبيكس الخاصة بها والتي تتهدف إلى جعل رحلة العملات المشفرة الخاصة بك أكثر جدوى في هذه الترقية الأخيرة تقدم مومبيكس نظام إحالة لا يتعلق فقط بالكسب ولكن أيضا بمشاركة أخبار العملات المشفرة مع الأصدقاء ما الجديد في مومبيكس يعمل تحديث مومبيكس على تحسيني الطريقة التي تتفاعل بها مع بايننس عندما تدعو أصدقائك للإنضمام إلى المنصة فإنك لا تقوم فقط بتوسيع الشباكة بل تفتح صندوق مكافآت عملات بي ام بي دوكس وطونز إذن تقول المقال بدائيا أن هناك مكافآت إضافية ككنز كما يقول المقال نعم لقد سمعت هذا بحق كل صادق جديد تحضره إلى عائلة بايننس يعمل على رفع رصد العملات المشفرة الخاصة بك كيف يعمل نظام الإحالة العملية واضحة ومباشرة شارك رابط الإحالة الفريد الخاص بك من منصة بومبيكس يساعد كل صادق يقوم بالتسجيل ويبدأ التدول في الحصول على مكافآت العملات المشفرة في شكل عملة بي ام بي ونوت كوين بالإضافة إلى ذلك يضيف هذا النظام لمسة غريبة مع عملة دوكس مما يجعل تجربة بأكملها أكثر متعة وجدبية لا يتعلق الأمر فقط بحشو محفظتك إن المشاركة في نظام الإحالة هذا تعني أنك في طالعة ابتكارات العملات المشفرة تشتهر بايننس بمنصتها القوية وميزاتها الأمنية مما يجعلها منطقة جديرة باتقال مغامرات العملات المشفرة الخاصة بك علاوة على ذلك فإن إضافة عملات دوكس تقدم عنصورا مرحل للتداول والاستمر إن غمس في الحادث من خلال زيارة موقع بايننس الرسمي أو صفحة ميزات مومبيكس اتبع الخطوات البسيطة للحصول على رابط الإحالة الخاص بك وابدأ في نشر الكلمة مع كل إحالة نجحة راقب حسابك أثناء نموه باستخدام عملات بي ام بي و دوكس و نوت كوين إذن إلى حتى الآن نلاحظ فقط أن هناك مكافآت إضافية في خانة كنز أو شيء شبه ذلك فقط لا توجد أي إلزامية أو إجبارية في إنجاز هذه المهمة إلى حتى الآن إخواني أخواتي من خلال هذا المقال يعد نظام الإحالة الجديد من خلال مومبيكس أكثر من مزرد فرصة للكسب إنها فرصة لتنمية شبكة العملات المشفرة الخاصة بك والانضمام إلى المجتمع متحمس لمستقبل تمويل إذن ماذا تنتظر؟ ابدأ في الدعوة وابدأ في تحقيق الربح ودع سحر العملات المشفرة يتكشف إذن إخواني ملخص هذا المقال أنه لا توجد أي إجبارية أو إلزامية لإنجاز سواء المهمة الأولى مهمة التداول بعملة دوكس أو المهمة الثانية وهي مهمة دعوة صدق كلها فقط مهمات لزيادة الربح وزيادة المكافآت في حسابك أما العملات التي حصلت عليها من خلال النقاط أو من خلال اللعبة التي تحصل من خلالها على العملات من بين النجوم كلها تلك العملات هي في جيبك أخي وأختي إذن من هنا نلاحظ إخواني أخواتي أنها لا توجد أي إجبارية أو ضرورة لإنجاز هذه المهام لضمان الأرباح فكلها مهام إضافية لتحقيق نقاط أكثر للحصول على أرباح أكثر فقط سواء المهمة الأولى مهمة التداول بعملة دوكس أو نوت كوين وكذلك بالنسبة لهذه المهمة وهي مهمة دعوة صديق إلى بايننس فبايننس تعرف جيدا أن هذه المهام جد صعبة على العديد من مستخدمها فهي فقط تود أن تدخل مستخدمها إلى عالم العملات المشفرة قبل أن يبدأوا في تحقيق الأرباح أو قبل أن يسحبوا من مومبيكس ولا تعيد تكرار نفس الخطأ الذي قامت به العديد من البوتات كهامستر كومبات مثلا التي دخل إليها العديد من المستخدمين الذين ليس لديهم معرفة كافية بمجال التداول وبعد أن تم إدراج العملة في المنصات قاموا مهرولين لبيعها ولإسقاطها وتدميرها لهذا إخواني أخواتي بايننس عن طريق مومبيكس تريد تطوير هذه الفكرة وألا تقع في نفس الأخطاء إذن فهي مجرد مهمات إضافية للحصول على مكافآت إضافية كمكافآت الكنز كما ذكر المقال ولا توجد أي إلزامية أو إجبارية في إنجازها إخواني أخواتي فكونوا مطمئنين أنا كذلك الآن شاهدت معكم للتو ماذا يجري حول إلزامية أو إجبارية هذه المهمات لأنني قرأت في الكثير من التعريقات وكذلك في التليغرام العديد من الأصدقاء من بعثوا لي يسألون عن إجبارية هذه المهمة وقالوا لي أن أقوم بإنجاز الفيديو إلى هنا نصل إلى نهاية الفيديو إذا كنت مهتم بإنجاز جميع المهام اليومية لمعظم البوتات التحديثات والإحداثيات وحل جميع المشاكل كل ما عليك القيام به الاشتراك في القناة تفعيل زر جرس لايك وتعليق جميل نراكم في الفيديو اللاحق إلى اللقاء